في رسالة هي في الواقع رسالة مهمة عشان تصحيح مفهوم تصحيح مفهوم هنى الدبس هنى الدبس سلام عليكم هل هناك علاج أو فيتامينات للإرهاق وضعف الذاكرة وتقوية الأعصاب ده مفهوم خاطئ عند تسعة وتسعين في المية من الشعب أنا تعباني ديني فيتامينات ده بيقول لنا كده في العياد يا دكتور انت مكتبتليش فيتامينات يا ابني هو أنا في سوبر ماركت الديني جبنا مفيش حيث ما كده اللي بياخد فيتامين اللي عنده نقص في الفيتامين فقط فيه أمراض نقص فيتامين نقص بيه اتناشر ده مرض ومرض خطير جدا عندك نقص بيه اتناشر حنديك بيه اتناشر بيه ستة عندك نقص بيه واحد بيتامين دال فوليك أسد بيتامين سي بتنزف وا 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 فمفيش حاجة اسمها الفيتامينات تأويني الناس دول بيبقوا سلام مية في المية مية في المية سلام ضعف الزاكرة وضعف العام كثيرا جدا جدا يبقى عنده اكتئاب نفسي كثيرا جدا منهم ونبعتهم لواحد أمراض نفسية لو سمحت انت مكانك مش هنا انت مكانك عيادة أمراض نفسية لان الضعف العام ده ده اكتئاب ما هوش حاجة انما يتكشف عليه كويس جدا 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 يتكشف عليه لان قد يكون هناك نقص فيتامين بس ما فيش حاجة تسمقه انا مراه قديني فيتامين انا بقى نسโدن فيتامين انا ما بسمعش ديني فيتامين مفيش بك حاجة تسمقه كدة الفيتامين يكتب لواحد عنده نقص في الفيتامينات نقص دمه يعني الفيتامين 1200 بقت 600 عنده نقص فيتامين 40 بقت 10 ياخد انما كده جدعانة ما فيش حاجة تسمقي كده خالص انا مبسوط من الرسالة دي لتصحيح مفهوم واحد وانا داخل الستيديو يقول لي ايه اخطر مرض في العالم وانا داخل كده موقع يعني ما شاء الله عندنا مجموعة يعني نتحسد عليها والله وانا ده كبير جدا مثلا عشر طنفر عشان نعمل حلقة ساعة وده واقف هنا وده بيعدل النور وده بيصور والله ساعات تبقى بكسوف منهم والله من التعب فواحد وانا داخل